اشتركوا في القناة بجامعة ديبولي الأمريكية الدكتور ضافر إقبال وقد ضم الفوج مئة خريج من برامج الماجستير في كل من تخصصات إدارة الأعمال والموارد البشرية والتمويل وفي تصريح له أكد السيد رشيد المعراج محافظة مصرف البحرين المركزي أن تعزيز التنمية الاقتصادية يقوم بشكل أساسي على تنمية البشرية المستدامة للكوادر البشرية في مختلف غطاعات الأعمال لافتا إلى أن جملة البرامج الأكاديمية التي يطرحها المعهد بالتعاون مع الجامعة الدولية العريقة يؤكد على أهمية هذه القيمة التعليمية كأولوية تنموية أساسية في المملكة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والمساهمة في رؤية المملكة الاقتصادية 2030 وأشار إلى أن مملكة البحرين تشهد اليوم تخريج نخبة جديدة من الخريجين المؤهلين من برامج الماجستير لمعهد البحرين لدراسة المصرفية والمالية بالتعاون مع واحدة من أبرز الجامعة الأمريكية والذي يأتي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المواقرة ترجمة نانسي قنقر